تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالسطار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأصعد الله ووقاتكم بكل خير أتابع معكم تذبر آيات القرآن الكريم ونحن في بداية سورة الإسراء في اللقاء الماضي الحقيقة بدأنا في الآية الأولى وتحدثنا باستفادة عن موضوع الإسراء ورحلة الإسراء والمعراج وهذه المعجزة التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأهميتها ولأهمية ذكرها في كتاب الله والظروف المحيطة بها وكونها خرق لنواميس الكون فاستغلقت معنا الحلقة بكاملها نصف الآية فتوقفت بعد عوضه الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله الآن المسجد الأقصى تحدثت عن البيت الحرام وأنه أول بيت تضيع للناس وأنه من أمر الله سبحانه وتعالى ولماذا سمي الحرام؟ لأنه يحرم فيه أشياء لا تحرم في غيره وأن هذا البيت هو قبلة كل البيوت الأخرى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا طيب الآن ننتقل من نفس هذه الآية إلى الرابط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى والرابط الذي جعل المسجد الأقصى هو محط ليس فقط عواطف وقلوب وإيمان هو جزء من إيمان المسلمين المسجد الأقصى فيقول الله سبحانه وتعالى إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله البركة معناتها بالمعروف أن يؤتي شيء من ثماره فوق المأمول منه وأكثر مما يظن فيه مثلا تحط طعام لشخصين يكفي خمسين تقول طعام مبارك الله سبحانه وتعالى يقول عن المسجد الأقصى بركنا حوله دليل على المبالغة في البركة فإن كان سبحانه قد برك ما حول الأقصى فالبركة فيه بألوى المسجد الأقصى من باب أولى يعني كأن تقول مثلا من يعيشون حول فلان في نعمه فمعنى ذلك أنه في نعمه عظم لكن بأي شيء بارك الله حوله طبعا بارك الله حول المسجد الأقصى ببركة دنيوية وبركة دينية باركة دنيوية من جعل حوله من أرض خصبة عليها الحدائق والباساتين التي تحتوي مختلف الثمار وهذا من عطاء ربوبية للمؤمن والكافر أما البركة الدينية فهي بركة تتمثل في أن الأقصى مهد الرسالات ومهدت الأنبياء تعطرت أرضه بأقدام الخليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وزكريا ويحيا وفيه هبط الوحي وتنزلت الملائكة طيب إذن هذه هي أهمية المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو سميع البصير لنريه اللام هنا للتعليل كأن مهمة الإسراء من مكة إلى البيت المقدس أن نري رسول الله الآيات وكلمة الآيات إذن لا تطلق على مطلق موجود إنما تطلق على الموجود العجيب كأن نقول آية في الحسن والآية هي الشيء العجيب ولله عز وجل آيات كثرة طيب لنريه من آياتنا إنه هو سميع البصير المولى سبحانه وتعالى يجعل لرسوله صلى الله عليه وسلم خزوصية أن يريه من آيات الغيب التي لم يرها أحد ويرى حفاوة السماء ويرى مكانته عند ربه لا تكن في ضيق بما يمكرون إنك في ساعة من عطاء الله فإن أهانك أهل الأرض فسوف يحتفل بك أهل السماء في الملأ العلى وإن كنت في دقي من الخلق فأنت في ساعة من الخالق إنه هو السميع البصير أي الحق سبحانه وتعالى السمع إدراك يدرك الكلام والبصر إدراك يدرك الأفعال والمرأي فلكل منهما ما يتعلق به لكن سميع وبصير جاءت في ختام آية الإسراء التي بيّنت أن الحق سبحانه وتعالى جعل الإسراء تسلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقلبه بعدما لقاه من أذى وبعدما دارت الدنيا حول النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأمور جعلها والله سميع بصير سميع لأقوال الرسول بصير بأفعاله حيث آذاه قومه كذبوه الجأوه إلى الطائف وكانوا أشد قصوة من أهل مكة فعاد مدمن نبي صلى الله عليه وسلم وقلت في الحلقة الماضية بأنه دع الله اللهم إليك أشكو همي وضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رحم الراحم أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سقطك لك العذبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ما نقول لماذا لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من مكة إلى سدرة المنتهى طبعا رحلة الإسراء والمعراج مخصومة إلى قسمين رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام موجود المسجد الأقصى موجود في بداية بمسجد الحرام وفي نهاية بمسجد الأقصى وبينهما آيات وهذه الآيات هي المرأي التي رأىها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا القرآن الكريم ما بيعطيك هذه الآيات وإنما يعطينا اللقطة الملزمة لبيان رسول صلى الله عليه وسلم فقط فيما يتعلق بموضوع الإسراء من مكان أرضي إلى مكان أرضي لكن المعراج هو من الأرض إلى السماء والكثير من المشككين وضعاف الإيمان يبحثون في أحاديث الإسراء عن مأخذ يعترضون على المرأي التي رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه جبريل وكان اعتراضهم أن هذه الأحداث في الآخرة كيف رأاها محمد صلى الله عليه وسلم نقول لهؤلاء لقد قصرت الأفهام عن إدراك قدرة الله في خلق الكون الكون لم يخلق هكذا بل خلق بتقدير أزلي له لتوضيح هذه المسألة نضرب هذا المثل هب أنك أردت بناء بيت فسوف تذهب إلى المهندس المختص تطلب منه رسما تفصيليا له ولو كنت ميسورا تقول له اعمل لي مكات للبيت فيصنع لك نموزجا مصقرا للبيت الذي تريده فالحق سبحانه وخلق هذا الكون أزلا فالأشياء مخلوقة عند الله ويبرزها الله سبحانه وتعالى على وفق ما قدر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له له كأن الشيء موجود والله تعالى يظهره فحسب لا يخلقه بداية بل هو مخلوق جاهز ينتظر الأمر الإلهي ليظهر في عالم الواقع لذلك قال أهل المعرفة أمور يبديها ولا يبتديها وإن كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة في هذه الآية فقد ذكر المعراج التزاما في سورة النجم عندما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قضى قوسيني أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى لميل جمريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ففي سورة الإسراء في الإسراء قال لنوريه من آياتنا في المعراج قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى ذلك لأن الإسراء آية عرضية استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أطاه الله من الإلهام أن يدلل على صدقه في الإسراء به من المسجد الحرام من المسجد الأقصى لأن الناس بيعرفوا المسجد الحرام شايفين المسجد الأقصى وعلى علم بالتاريخ والنبي عليه السلام ما كان سفر قبل ذلك المسجد الأقصى قالوا لصفه لنا وهذه شهادة منه أنه لم يره فتحدوه إن يصفه ورسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتي منتل هذه العملية هل كان عنده استحفاظ كامل لصورة منتل مقدس خاصة وقد ذهب إليه ليلة إذن صورته لم تكن واضحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيل هنا تدخلت قدرة الله فجلاه الله له فأخذ يصفه لهم كأنه يرى الأهد كما أن الطريقة بين المسجد الحرام ومسجد الأقصى طريق مسلوك للعرام فهو طريق تجارة إلى الشام فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن عيرا لهم في الطريق ووصفها لهم وصفا دقيقا وأنها سوف تصلهم مع شروق الشمس يوم معين وفعلا تجمعوا في صبيعة هذا اليوم ينتظرون العير وعند الشروق قال أحدهم ها هي الشمس أشرقت فرد الآخر وها هي العير قد ضعر إذن استطاع صلى الله عليه وسلم أن يدللها على صدق الإسراء لأنه آية أرضية يمكن تدليل عليها بما يعلمه الناس عن بيت المقدس وبما يعلمونه عن عير الطريق أما حدث المعراج آيات كبرى سماوية لا يستطيع العصوص والسلام التدليل عليها أمام قومه ما حدا شايف شيء ولا حدا يمكن يشوف شيء فأراد الله إن يجعل ما يمكن الدليل عليه من آيات الأرض إذا صدق في الإسراء فهو صادق في المعراج بآيات الصعوب لأنه لم يسعد أحد إلى سيدات المنتهى فيصفها لنا شايفين كيف فإذا جاء الإسراء مقدمة للمعراج هذه نقطة خرق نواميس الكون في الزمن والمسافة الله سبحانه وتعالى للنبي هذه آية الإسراء والذي خرق له نواميس في آيات الأرض إن الممكن أن يخرق له نواميس في آيات السماء فالله تعالى يقرب الغيبيات التي لا تدركها العقول بالمحسات التي ندركها لذلك بنسبة المسجد الأقصى النبي عليه الصلاة والسلام أما الأنبياء في المسجد الأقصى وكان المسجد الأقصى في أرض فلسطين المباركة مطار الإسلام المسجد الأقصى مطار الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام استلم راية الإمامة البشرية اشتلموا شعب بني إسماعيل العرب من شعب بني إسرائي لأن العنبياء التي جاءت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت من نسل إسرائيل إسرائيل يعني يعقوب يعقوب عليه السلام أبو يوسف يعني عندك سيدنا عبراهيم جاءوا إسحاق ويعقوب يعقوب من نسله جاء يوسف والأصباط وموسى وبعد سيدنا عيسى جاء على شعب من إسرائيل فهذه الراية لإمامة البشرية انتقلت من شعب من إسرائيل إلى من إسماعيل فهذه عملية تمت في المسجد الأقصى والنبي صلى الله عليه وسلم أما بهم جميعا وصعد إلى السماوات من المسجد الأقصى فإذا المسجد الأقصى ربط إيمانيا قدسيا بمشاعر المسلمين جميعا شايفين فإذا هذا وكان الإسراء له سبب والمعراج سبب آخر إذا الإسراء ربط الله سبحانه وتعالى المسجد الحرام في المسجد الأقصى أما النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى هذا مهد كل الأنبياء في المسجد الأقصى وهو مقدس عند المسلمين وبعد ذلك كرم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إلى مكان لم يصل إليه إلى ملك حتى جبريل ارتعاد لم يستطع أن يخترق هذا المكان هو مكان الأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى لفرض أعظم ركن والركن الركيم في الإسلام وهو صلاة فالله سبحانه وتعالى كأنه استدعى النبي صلى الله عليه وسلم بمعراج عظيم إلى الحضرة وإلى صدرة المنتهى وأعطاه لأمته من بعده الصلاة والتي معراج القلوب إلى علام الهيوب سبحانه وتعالى فأصبحت أنت في الصلاة في إسرائيل وفي معراج وأنت أصبحت في الصلاة وكأنك متصل بالله سبحانه وتعالى كما اتصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغشى صدرة ما يغشى هنا اقترب النبي صلى الله عليه وسلم بسي سبحات الأنوار قال الله سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الملائكة ضجت السلام علينا والعباد الله الصالحين وقالت الملائكة نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله في هذه اللحظات الخالدة في تاريخ البشرية فرضت الصلاة على الأمة الإسلامية فكانت عطاء من الله سبحانه وتعالى وهذا كان هو موضوع المعراج أما بنسبة تفاصيل المعراج فعندما نصل إلى سورة النجم إن شاء الله يمكن أن نتابع هذا الأمر إذن هذا هو معنى المسجد الأخصى باركنا حوله فرنا البركة التي حوله لنريه من آياتنا هذه الآيات إنه هو السميع البصير طبعا المتأمل بحادثة الإسراء والمعراج والعظيم ليست فقط هي تسري الرسول الله وتخفيص عنه لكن لها هدف آخر أبعد أسرا وهو بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله له معجزات وتخرق له القوانين والنواميس العامة ليكون ذلك كله تكريما ودليلا على صدق رسالته والمعجزة أمر خارق للعادة الكونية يجريه الله على يد رسوله ليكون دليلا على صدقه ومن ذلك ما حدث لإمراهيم الخليل حيث ألقاه قومه في النار ومن خواص النار الإحراق فهل كان المراد نجاة إبراهيم من النار؟ لو كان القصد نجاة من النار ما كان الله مكنهم من الإمساك به؟ ولو أمسكوا لأنزل المطر على النار فأطفع النار؟ لكن المسألة ليست نجاة إبراهيم المسألة إثبات خرق القوانين والنواميس لإبراهيم فشاء الله أن تظل النار مشتعلة وأن يمسكوا به ويرموه في النار وتتوفر كل أسباب لحرقه عليه السلام وتتدخل لعناية الإلهية لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين خواص النار الإحراق كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذن فلا تحرق قل لها يا دارو كوني بردا وسلاما على إبراهيم طبعا ربما يجد المشاككون في الإسراء والمعراج ما يقرب هذه المعجزة لأفهامهم بما نشاهده اليوم من تقدم علمي وكذا نحن لا نتحدث عن تقدم علمي وعن سلطان العلم وكيف غزى الفضاء وكيف الناس تنتقل للكواكب في أزمة قياسية وهبوط على سطح القمر كل هذه الأمور من علم البشر فكيف بالله سبحانه وتعالى خالق البشر وخالق العلم طبعا بعض المعترضين وقف مشككا بحدث تشق الصدر التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المتأمل فيه يجد عملا طبيعيا لأداد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقبل على أجواء ومواقف تختلف في طبيعتها عن طبيعة البشرية طيب نحن عندما نريد أن نسافر من بلد إلى بلد يقلون لك إلبس كذا وعمل كذا وخذ مثلا من الطعم كذا لسير طبيعة هذا البلد تتأقلم معه إلى آخرين وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلتقي بالملائكي وبجبريل وهم ذو طبيعة غير طبيعة البشرية سيلتقي بالأنبياء وهم قد ماتوا في حال الموت وسيكون قاب قوسين أو أدنى في سدرة منتهى لا غربة في أن يحدث له التغيير ما فأن يدخل الملائكة ويشقون صبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستطيع مباشرة هذه المواقف وإذا استقرأنا القرآن الكريم فسوف نجد فيه ما يدل على صدق رسول الله فيما أخبر به من لقائه بالأنبياء في هذه الرحلة قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمره ربه أمرا نفذه فكيف السبيل إلى تنفيذ هذا الأمر واسأل من سبقك من الرسل لا سبيل إلى تنفيذه إلا إذا هناك لقاء مباشرة ومواجهة فإذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه التقم مع سيدنا نوسى فلا يتسل الشك إلى قلوب دعاف الإيمان واليقين فالفكرة في هذه القضية الإسراء والمعراج دائرة بين يقين المؤمن بالصدق رسول الله وبين تحكيم المنطق الذي يعتقد أن كل الأمور تخضع له فما أكثر الأمور التي وقف فيها الإنسان ولم يفهم كأنها ومع مرور الزمن وتقدم العلوم تكشفت له تدريجيا فإذا هذا ما أردنا أن نقوله في بداية موضوع الإسراء وصورة الإسراء لأنها تتحدث عن أعظم حدث وهو الإسراء والمعراج وهذه المعجزة العظيمة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم المفاجأة التالية التي تحدث معنا بأننا نحن في سورة اسم سورة الإسراء والحديث عن معجزة عظيمة كمعجزة الإسراء والمعراج والآية بدأت سبحانه الذي أسرع ونعتقد بأن الآيات التالية ستتابع الحديث عن الإسراء وإذ بنا تكون الآية التالية وآتينا موسى الكتاب يتحدث عن بني إسرائيل فما الحكمة من ذكر بني إسرائيل بعد الإسراء مباشرة سبق أن قلنا أن الحكمة من الكلام عن الإسراء بعد آخر المحل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ديق مما يمكره فأراد الله سبحانه وتعالى يخافز عنه والحديث الآن عن الإسراء حادث إسراء لأن بني إسرائيل كثيرا ما تحدثوا عن ما قاله موسى عليه السلام فعندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن رسول للناس كافة سيعترض عليه هؤلاء وسيقولون إن كنت رسولا فعلا وسلمنا بذلك فأنت رسول للعرب دون غيرهم ولا دخل لك ببني إسرائيل فلنا رسالتنا وبيت المقدس عالم لنا لذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت شعب بني إسرائيل إلى عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا جعل بيت المقدس قبل المسلمين في بداية الأمر ثم أسرى برسولي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد العقصة إلى بيت المقدس بأنه دخل في مقدسات الإسلام بيت المقدس وأصبح منذ هذا الحدث في حوزة المسلمين ثم يبدأ الحديث عن موسى عليه السلام وعن بني إسرائيل لماذا؟ لأن القصمة إلى يوم القيامة هم اليهود ولتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشراقوا ولنجد بأنه بعد فترة من الزمن من سيدنس المسجد الأقصى الذي باركه الله والذي سيحتله هم من يدعون الانتساب لإسرائيل ولبني إسرائيل لذلك كانت الآية التالية مباشرة وآتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلة وآتينا أي أوحينا إليه معاني كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلى وحية أم وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فليس في هذا الأمر مباشرة والكتاب وآتينا موسى الكتاب توراة ولو اقترنا كلمة أتينا عيسى الكتاب بصير الإنجيل وأن أطلق الكتاب دون أن يقترم بأحد يعني القرآن طيب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل الوحي قد يكون بمعاني الأشياء ثم يعبر عنها بالألفاظ أو أنه يعبر عنها سيدنا موسى فإذن وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى إذن هذا الكتاب هو هداية لبني إسرائيل لماذا نزل القرآن بلفظه ومعنىه في حين نزل التوراة بالمعنى فقط وليس فقط باللفظ القرآن نزل كتاب منهج ولكن نزل أيضا معجزي بلس منهج لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وهو باقي إلى يوم القيامة ولن يدخله التحريف إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظه فالرسول صلى الله عليه وسلم أحي إليه لفظ ومعنى القرآن الكريم لفظ والمعنى بالحرف طيب جعلناه هدى لبني إسرائيل هذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده بل لتمليغه لبني إسرائيل لتمليغه لبني إسرائيل ليرسم لهم طريق الهداية طيب ألا تتخذوا من دون وكيلة الهدى الطريق الموصل للغاية وكأن كل الغاية ألا يتخذ اليهود من دون الله وكيل هذه العبارة خلاصة الهداية وتركيز المنهج وجماعه الوكيل هو الذي يتولى أمرك وأنت لا تولي أحدا أمرك إلا إذا كنت حاجزا عن القيام به واللي بتوكله حتما أقوى منك فهنا تتخذوا من دون وكيلة دائما بيعتم دعاء على أمريكا أو أبلع بريطانيا أو أبلع هكذا دائما إنه الوكيل دائما إنه الوكيل مع أنه أول منزل موسى عليه السلام ماذا قال لهم عندما نزلت ألا تتخذوا من دون وكيلة لا تتخذون من دون الله وكيلة إياك أن تتخذ من دون الله من تلجأ إليه حتى لو كان الوكيل هو وسط بينك وبين ربك لا يستطيع أحدا أن يكون عوضا عن السرع مع الله فإذا علت شعب بني إسرائيل طبعا هنا علت شعب بني إسرائيل أن تتخذوا من دون الله وكيلة ألا تتخذوا من دون الله وكيلة طبعا أن لا إنها ناهية منه من قال نافي وأحسن ما يقال فيها إنها مفسرة لما قبل من قوله تعالى وآتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ففسرت الكتاب والهدى ولقاصته كما في قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة القلب وملك لا يبلغ فقوله قال يا آدم تفسر لنا مضمون وسوسة الشيطان وأحينا إلى أمي موسى أن أرضئيه فإن هنا مفسرة لما قبله وكأن المعنى وأحينا هون وجعلنا هدى ألا تتخزوا أوحينا لموسى في التوراة ألا تتخزوا بدون وكيلة إذن إن فيها معنى المصدرية وأن المصدرية قد تجر بحرف جر كما نقول عجبت أن تنجح أي من أن تنجح ويكون معنا الآية هنا وآتينا موسى الجتامة وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأن لا يتخذوا من دون وكيلة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية منصوبة هنا على الاختصاص لقصد المدح فالمعنى أخصكم أنتم يا ذرية نوح ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ذلك لأننا نجينا الذين آمنوا معهم من الطوفان والغرق وحافظنا على حياتهم وأنتم ذريتهم فلابد لكم أن تتذكروا هذه النعمة لله تعالى أن أبقاكم الآن من بقاء آبائكم فكأن الله يمتن عليهم بأن نجى آبائهم مع نوح فليستمعوا إلى منهج الله الذي جربه آبائهم ووجدوا أنه من يؤمن بالله تكون له النجاة والأمن من عذاب الله إذن وذيع أنه كان عبدا شكورا أي أن الحق سبحانه أكرم ذريته لأنه كان عبدا شكورا نوح والعمل الصالح ينفع ذرية صاحبه لذلك سنلاحظ ذرية نوح من عنايتنا ولن نتركهم يتخبطون في متاهات الحياة سنرسل لهم الهدى ونرسل لهم الرسول ونبين لهم الطريق القويم نجنبهم الزلل والحراب فإذن هذا هو يعني هنا يكتمل معنا المعنى يكتمل معنا المعنى وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إذن يعني انتنا عليهم بأنه نجاهم من زرية من تم نجاته من مع سيدنا نوح لأنه كان عبدا شكورا لله سبحانه وتعالى ونتابع في الحلقة القادمة بإذن الله سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إجمعين اشتركوا في القناة